قتل رشدي البحيري البالغ من العمر ثلاثين عاماً بعد منتصف ليل الجمعة السبت جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ونقل المصاب إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع وكانت حالته حرجة جداً وبعد أن وصل أعلنت وفاته فجر السبت وفي شفا عمر أصيب شاب بجريمة إطلاق نار في حي عصمان بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار ووصلت طواقم الإسعاف الأولية التابعة لمركز حيان إلى موقع الجريمة وقدمت العلاج للمصاب قبل أن تنقله للمشفى من أجل استكمال العلاج وكانت جريمة القتل ما قبل الأخيرة قد شهدتها مدينة ألد حيث قتل الشاب إدريس جبريل عكاشا البالغ من العمر تسعة عشر عاماً في جريمة إطلاق نار ارتكبت داخل منزله في حي الجواريش بمدينة الرمل فجر الأربعاء وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 23 قتيلاً وذلك في ظل طواطئ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام